اهلا ومرحبا بكم لاب جديد من لابات برنامج CCNA 360 اللي هنطرح به المادة بمجملها على شكل لابات الفكرة بشكل مختصر انه احنا تعلمنا الكوننكشن ينقسم بالاتصال الى layer 2 و layer 3 فبالبداية لازم يكون التحقق او يكون التوافق بال layer 2 ثم الذهاب للشيك الى layer 3 اذا ما تحقق الاتصال بشكل صحيح بال layer 2 فبالنتيجة layer 3 حيكون بها خلل لانه يجب ان يكون layer 2 هو شغال وصحيح تمام الان هاي الفكرة الاولية للموضوع الموضوع يقول انه الكمبيوتر هذا بالVLAN 100 والكمبيوتر هذا بالVLAN 200 ولا حيستطيع او حيصير pingable او يصير اتصال بيناتهم كيف؟ الVLAN 100 وال200 هي different VLAN فالlayer 2 ما تحقق فلذلك ما ممكن يصير الريبلاي بين الكمبيوتر 1 او الكمبيوتر 2 مع الكمبيوتر 1 طب عن ضمن مفهوم انه layer 2 لازم تتحقق والlayer 3 بعدها لازم تتحقق وهذا شي منطقي وصحيح تمام بس كيف بهاي الحالة انه هذا الكمبيوتر VLAN 100 وهذا الكمبيوتر او السيرفر VLAN 200 وحيصير الاتصال بيناتهم لاحظ السيناريو بالبداية وافهم السيناريو حتى نبدي نفسره او نحلله هذا الكمبيوتر مربوط على هذا البورت وهذا البورت خليتها على VLAN 100 تمام هذا الكمبيوتر او هذا السيرفر مربوط على هذا البورت وهذا البورت خلينا على VLAN 200 اذا لدينا VLAN 100 و VLAN 200 تمام دائما اتحوضنا الكمبيوتر بين السويتشات يكون الترانك صح اوكي الان ما حنسوي ترانك حنسوي هذا البورت كذلك VLAN 100 وهذا البورت كذلك VLAN 200 اذا هذا الاسويتش كل انترفيساته تقدر تقول هي 200 تقدر تسويها وكل انترفيسات هذا الاسويتش ممكن تكون VLAN 100 تمام الان هذا هو السيناريو اللي امامك خلي نسوي ونشوف النتيجة شنية بالبداية اروح على الكمبيوتر اتلاحظ خليت الIP 10 10 10 1 هذا الطرف والطرف الاخر خليت له 10 10 10 2 من نفس السبنيت وكذلك السبنيت 255 255 2550 هاي بالبداية الكمبيوتر اتلاحظ على الاسويتش بس شوف انه هذا البورت هو 1.10 المربوط بالسويتش بياناتهم وهذا الانترفيس هو F0.1 تمام هروح على الاسويتش واقول له السويتش الاول هذا اقول له انترفيس ممكن اسوي الفيلان بالبداية VLAN 100 واقول له اكزيت وبعدين اقول له انترفيس F0.1 سويتش بورت اكسس VLAN 100 هذا الرايح للكمبيوتر او السربر بان اقول له انترفيس F0.10 الرايح للسويتش سويتش بورت اكسس VLAN 100 كذلك تمام ولما كملت هذا الكمبيوتر بالسويتش الاول اروح على السويتش الثاني واسوي نفس الكمبيوتر تقريبا انترفيس F0.10 او انترفيس F0.1 الرايح للسيرفر فقط اشوفك الرايح لهذا الكمبيوتر يعني هذا الانترفيس سويتش بورت اكسس VLAN 100 تمام او ممكن اسوي الفيلان 100 بالبداية VLAN 200 اقول له اكزيت انترفيس F0.1 سويتش بورت اكسس VLAN 200 كذلك اللي هو الواصل بين السويتشات او الواصل بين السويتش الاول والسويتش الثاني اذا اللي صار مثل ما شفنا خلينا هذا الانترفيس على الفيلان 100 خلينا الانترفيس هذا على الفيلان 100 كذلك بالسويتش 1 والسويتش 2 هذا سوينا على الفيلان 200 وهذا كذلك على الفيلان 200 وخلينا IP مثل ما تلاحظ هنا خلونا نسوي test ونسوي ping هل حيرجع reply انتبه layer tool المفروض بها شكال لانو احنا بعدنا ما محللين الموضوع خلنا نجي نسوي ping هسوي ping من هنا على 10 10 10 2 انتبه هانش قدل IPMALT 10 10 10 1 فحسوي ping على 10 10 10 2 اقول لانتر ديرجع reply هاي المفاجأ اني قدر نقول نوعا ما خلو نروح على الكمبيوتر او السيرفر اللي هو العابي مالته 10 10 2 انتبه ونسوي كذلك ping على 10 10 1 اوكي من هنا نسوينا ping على 10 10 1 هذا 10 10 1 كذلك ديرجع reply اذا الكوننكشن موجود ببياناتهم شنو القصة كيف نفهم هذا الموضوع انتبه ويايا الموضوع يحتاج لانتباه نوعا ما لاحظ احنا دائما نتعودنا انه نسوي الكوننكشن بيال السويتشات هو trunk صح دائما نسوي trunk انسى موضوع لtrunk الان هذا البورت وهذا البورت من خليناه ببيلان المية اوكي هذا كأنه ما صار هو access بورت اوكي access بورت او البورت من يصير access بورت يعني انه دائما هذا البورت ديروح لمحطة طرفية او محطة نهائية سواء كان كومبيوتر او سيرفر بس ليس سويتش لكن ليس سويتش تمام اذا هذا البورت من خليناه ببيلان مية اخذ دور الاكسيس الاكسيس فكرته شنو الاكسيس قل لك يا باني عندي فات رولز امشي عليها او فات سيستم امشي عليها اذا اكو ترافيك دخلي اوكي هذا الترافيك اللي حيدخل حاجة قاني احشر بنصة اوكي احشر بنص هذا الترافيك اقول يابا انت فيلان مية تمام هاي الرولز الاولى اللي يسويها الاكسيس بورت كذلك الاكسيس بورت يسوي رولز اخرى مهمة جدا كذلك اذا ترافيك يخرج من هذا البورت يخرج اوكي اذا يخرج يقول لك انا حمسح او اسوي دليت للفيلان مية اوكي حمسح ال VLAN مية اللي موجودة هنانا امسحها في حالة الخروج اوكي اذا ال PORT ال AXS لازم تاخذ فد معلومة مهمة جدا معلومة مفتاحية لهذا الموضوع انه ال AXS PORT اللي يدخل الى يخلي الى label او يخلي الى tag بنفس رقم ال VLAN واللي يخرج اي ترافيك يخرج من هذا ال Interface او من هذا ال PORT يرفع عنا ال VLAN او يمسح عنا رقم ال VLAN هذا ال AXS PORT يفعل اوكي خلي ببالك هاي المعلومة خلي نجي نشوفها هذا سوى ping الكمبيوتر 1 سوى ping على الكمبيوتر 2 الان دا نحلل layer 3 layer 2 عفوا ليش layer 2 ريد نحللها layer 3 ما عدنا مشكلة بها IP 10 10 بالتأكيد حيشوف 10 10 10 2 هذا ما عدنا شكال به اوكي layer 3 ما عدنا شكال به احنا عدنا ال confused layer 2 تمام اذا هنبدأ نحلل ال traffic من خلال layer 2 perspective تمام ال traffic ايجا ووصل هنا اوكي هذا ال PORT ايش خلى للايبل قل لي ياابه انت لازم تكون VLAN 100 لانه من طبيعة ال PORT ال ACCESS اللي هسه تعلمناها اي traffic يدخله يخلي الى label حسب ال VLAN اللي موجودة هو تحت ال VLAN 100 خلى لهذا ال traffic VLAN 100 ال label مالتها تمام الان ال traffic وصل داخل ال switch وحيخرج من هذا ال PORT اللي هو F0-10 عنده الخروج اوكي ال ACCESS PORT هذا كذلك ACCESS PORT اندفت فقرة مهمة يقول لك انا لازم امسح ال VLAN 100 لازم امسح هذا ال tag لانه هذا ده يخرج تمام اذا ال traffic طلع منه دخل صار لVLAN 100 وخرج ان شاءال منه ال VLAN tag او ال VLAN 100 او رقم ال VLAN هذا ال traffic ايجا خالي بدون اي VLAN وصل الى المن وصل لهذا ال PORT اللي هو تحت ال VLAN 200 وهذا بطبيعته ال PORT ACCESS وهذا ال traffic هو دخل الى فمن دخل اكيد ال ACCESS PORT لحيخلي الى علامة طبعا هو جاله شنو جاله ترافيك صافي ما بي اي VLAN ليش لانه صار ال ACCESS منها نشال ال VLAN tag فوصل لهنا ال traffic نظيف فخلاله شنو خلاله VLAN 100 لانه هذا ال traffic داخل وهذا ال PORT شنوه PORT ACCESS لانه بي VLAN وحده تمام دخل هذا ال traffic خرج من هذا الانترفيس انشال ال tagging انشالة VLAN الميتين صار بيها remove انشال ال tag ليش لان ال traffic خرج من الانترفيس فبالتالي ال traffic وصل نظيف هنا بدون اي VLAN ما يحمل اي VLAN اوكي وربما يحمل ال VLAN ال native نقدر نقول او نقدر نقول حتى نكون علميين اكثر يحمل او ال traffic به untagging VLAN يعني VLAN ما بيها اي tag اوكي فبما انه untagging هو اصلا طلع مننا بدون اي VLAN صح هو طلع بدون اي VLAN نظيف اوكي clear هنا انا طلع اكثر اوكي هنا انا صار لل VLAN 100 صارت وهنان شالت ال VLAN 100 وهنان خلت VLAN 200 وهنان شالت VLAN 200 فوصل clear كذلك اذا ال layer 2 تحققت اوكي untagging VLAN هنا وهنان untagging VLAN فال layer 2 صار بيها compatibility او صار بيها توافق اذا هيعبر او يبدي check على layer 3 layer 3 10 10 10 1 اكيد من نفس جنسي ال 10 10 10 2 صار ال reply وصار الاتصال اذا هاي الفكرة حقيقة مهمة جدا انه تفهم آلية VLAN كيف تكون وآلية البورت كيف يكون من خلال switch port mode access اللي عرفنا فكرته ال traffic الداخل يخليه الى label ال traffic الخارج من عنده او يخرج من هذا البورت يشيل هذا ال label وبالنتيجة خلى ال label هنا ان شال ال label هنا خلى ال label هنا ان شال ال label هنا ال VLAN 100 و 200 ذابت هنا او تبخرت هنا فبالنتيجة وصل ال traffic clear هنا او untagging traffic هنا وهنانا layer 2 صار بيها compatibility تحققت بدأي تشيك على layer 3 نفس الشبكة صار ال reply تمام الفقرة الاخيرة بعد ما فهمنا هذا الموضوع يسأل واحد يقول زين اذا خلينا هنا انا trunk اذا حولنا آلية موضوع هذا البورت سوينا trunk اوكي لترانك هم يسوي label ويمسح لا لترانك هيجي لترافيك هنا هيعرفه يا فيلان حيسوي له labeling او يخلي التاغ يقول يابا هذا جماعة الفيلان مية اوكي حيروح التاغ هنا لاحظ ما صار عملية ال remove قبل شوية صار اكسيز من هذا البورت اكسيز سوى عملية ال remove الان ماكو remove خلى تاغ لترانك قال يابا هذا اللي ترافيك خاص بال VLAN 100 وحدده وخلى insert تاغ داخل الترافيك هنا وخلى رقم الفيلان هنا تمام لترانك هنا شنو يفهم يعني هنا كذلك يستلم يقول شكرا انت تريد VLAN 100 انا حروح عديز هاي المعلومة وين لل VLAN 100 للبورتات اللي خاصة بال VLAN 100 فمثلا عدنا سيرفر هنا VLAN 100 مثلا اوكي حيرسل شنو حيرسل الباكتز لترانك هذا الحتي يعني هذا البورت لترانك بعد ما عرف ال VLAN 100 هذا الترافيك جاي VLAN 100 حيعرف يقول لا انا عرفت هذا لترافيك VLAN 100 يعني حرس له لجماعة ال VLAN 100 انتبه ما هذا الترانك ما سوى رموف لأي لأي تاغ يعني وانما عرفه ووجهه على حسب ال VLAN وصل لهذا البورت اللي هو اكسس هذا ال اكسس حيسوي رموف اوكي رموف لي ال VLAN tag او ال VLAN number ويرسلها لهنانا طبعا حتقلي حيصير اتصال بهاي حالتنا اذا سوينا هذا ترانك لا ما يصير ليش لانو هذا حيطلع يقول يابا ال VLAN 100 انا اوكي حيطلع لترافيك من هنا مية يروح يصير للايبل مية يوصل لهنانا ليبل مية اوكي هذا اللي ترانك هنا حيقولين نعم ليبل مية لازم اوجه على ليبل مية او جماعة الليبل مية يرسل الكل منه الليبل مية منه ال VLAN مية ما اكو احد هنا فيلان مية صح ما في فيلان مية فالترافيك حيصير لدروب هنا ادنى فقط هنا فيلان ميتين فاذا سوي هذا ترانك هذا السيناريو ما حيعمل اتمنى الفكرة وضحت الان السيناريو هذا البنج من هذا الكمبيوتر لهذا الكمبيوتر يعمل بدون ترانك مثل السيناريو اللي امامك هذا لازم يكون تحت ال VLAN مية هذا VLAN مية كذلك هذا VLAN ميتين VLAN ميتين اللي ترافيك لح يوصل واتمنى الفكرة وصلت لكم بشكل صحيح شكرا جزيلا والسلام اشتركوا في القناة